مشاهدين أهلا بحضرتكم من جديد الحقيقة الأوضحة إن بابي في أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر صرف الدولار أكثر من تأثرها بالأسعار العالمية للمعدن هذه العلاقة التردية تجعل تغيرات الدولار المحلي عاملا رئيسيا في تحديد حرقة سوق الذهب وبالتالي ينصح الخبراء المواطنين بضرورة الحذر والتحقق من قيمة المنتج قبل الشراء والابتعاد عن المنتجات التي قد تحمل قيمة تروجية دون قيمة استثمارية حقيقية وسط الاتجاهات المتزايدة نحو شراء الورقة الذهبية بسبب إعلاناتها الجذابة يحضر الخبراء بشراء الذهب التقليدي مثل السبائك والجنيهات الذهبية نظراً لاحتفاظها بقيمتها السوقية وتغفيرها ملاذاً آمناً للاستثمارات وبالرغم من جاذبية الورقة الذهبية إلا أنها لا توفر نفس الأمان الاتثماري كالذهب التقليدي مما يجعل التركيز على شراء السبائك والجنيهات خياراً أفضل للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم الماركة كما أنه تواصل أسعار الذهب في مصر تفاعلها في السوق العالمية حيث سجلت الأسعار المحلية اليوم الأربعة ارتفاعات الملحوظة والتي جاءت كالتالي سجل عيار 24 نحو 4154 جنياً أما عن عيار 21 فقد سجل 3635 جنياً أما عن عيار 18 سجل 3114 جنياً وعلى المستوى العالمي فقد ارتفع سعر الأوقية إلى 2600 دولار متعافياً بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال شهرين عند 2590 دولاراً وهذه بتحركات المتداولة بمساهمة في تعزيز قوة الدولار وتشير التحليلات إلى أن الفوز الجنبوري لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ساهمت في تعزيز الدولار وعائدات ساندات الخزانة وهو ما ضغط على أسعار الذهب عالمياً سياسات ترامب المتعلقة بخفض أدراءب وتوجهاتها التجارية المتشددة أسهمت في رفع توقعات بتراجع دوره التسير النقضي التي يتبعها الاحتياط الفدرالي وبحسب التقديرات قد يتم خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاع نسبي ومن المتاقع تستمر أسعار الذهب في تأخذرها بتغيرات سياسية والاقتصاد الأمريكية تبقى نظر المستقبلية لسوق الذهب مرهونة بتغيرات الأسواق المالية بذل ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة التي قد تضيف ضغوطا على سعر المعدن الأصفر لهنا مشاهدين الكرام تمتهي هذه التغطية بنشكركم على طيبة المتابعة شكرا لكم وإلى اللقاء